موسيقى تمان المريض من اخطر ما يمكن لان انا بخص عشان يبقى احلى واجمل البلون الماء ده بتاعتني بحاجتين عشان اركبها الوزن والسن بمعنى لو انا وزني 130 كيلو بمعنى 130 كيلو سني 15 سنة لا انا افضل البلون طبعا لان ده لسه صغير والدنيا مستقبله قدامه لكن لو 140 وحد وزنه او سنه 45 وعنده امراض فبفضل تكميم المعدة بلون المعدة باعتبرها ريها بليتيشن زي بدخلك ما صحها اذا ما خدتش بلون المعدة انك بتغير اسلوب حياتك يبقى انت فاهم الامور غلط بلون المعدة ما هياش علاج الاف دي ايه ما لتلكش بلون المعدة علاج قالتلك ان ده نوع من انواع الريها بليتيشن في خلال الست شهور بتقدر ان انا اعودك على اسلوب حياة وخلي موخك يتمرن كويس انت ياكل في مواعيد تناسب الاداء والاوركستر الهرموني فيه ثلاثة نوع من البلالين البلون الفرنساوي ودي تلتها هوا وتلتها محلول ملح وفي كلها هوا وفيه البلون الامريكي اللي بتقعد 6 شهر وفيه الادجاستب البلون اللي هي بتقعد سنة دي ادجاستب ودي حاجة اسمها سباتس بلون بلونة بقدر اكبرها وصغرها حسب حجم المعدة ودي بتقدر توصل لاوزان 150 كيلو انا يعني البلون بحس انها مور سيفتي بتريحني كطبيب دي منظار جهاز هاضمي بخش بالعملية مفيش تخدير كله سيداتيف بخش بالجهاز كاني بعمل منظار علوي بفحص المعدة اشوفها سليمة بركب البلونة على قد حجم المعدة الجهاز سكسليف عملية لا شك انها عملية كبيرة ولكن بنحتاجها في الاوزان العلي ايه العيوب يا دكتور اللي بتكون بتصاحب بلون المعدة او تكمين المعدة اه احنا قلنا البلون ان المريض لو ما خدهاش ان هو اسلوب حياة لو ما خدهاش تغيير اسلوب حياة لا شك ان البلونة هيحصل فيها ارتداد نفس القصة حتى في التكمين يعني مثلا انا بحب السويت والحلويات لا هينفع معك تكمين ولا هينفع معك بلونة المياه الغازية والشوكولاتة والايس كريم هنعمل فيهم ايه البلون المعدة والجهاز سكسليف ينفعه في مضمن الطعام فود ادكشن مينفعهش في السويت او الاموشن